ادباجة اتعودت اقولها العشرين سنة في رمضان ادباجة ايه؟ انه انا دلوقتي حقول لحضراتكو انطباعاتي الاولية عن المسلسلات وفي الغالب بخبرة العشرين سنة اللي فاتوا الانطباعات الاولية اغلبها يدوم ولكن حضراتكو عارفين انه مستوى المسلسلات المصرية ممكن يتغير فجأة يعني ممكن نهاردة بعد تلات ايام اكون فيه مسلسل عجبني وكويس وماشي كويس فجأة ينحرف ولكن في الغالب لا لكن في الغالب لا لانه في اغلب السنين اللي فاتت المسلسلات اللي انا اتكلمت عليها انها جيدة وطلقى الاعجاب وطلقى القبول هي المسلسلات اللي كملت الاخر رمضان ده نمر واحد نمر اتنين فيه حاجة غريبة في المسلسلات الرمضانية حضرتك ممكن يبقى فيه مسلسل كره عمى كره ايه؟ عمى لا يمكن تقرب له وتقعد مع ناس بالليل وقت الفطار او وقت الصحور يقول لك انا عجبني مسلسل ده جدا ده عظيم ده هاية فالناس ليه ازواء انما المسلسلات السوبر الفاخرة الجيدة في الغالب بقول برضه او في الغالب يتفق عليها الجميع ولدالك انا بتكلم اهو بحرص شديد هذا رأيي بعد ثلاثة ايام من شهر رمضان المبارك وازعم ان انا زي كل سنة بحط مجهود جيد جدا ان انا اتفرج على الكثير من المسلسلات او اغلب المسلسلات الحاجة اللي بتفلت مني بتبقى ندرة فانا بتفرج بشكل جيد وبقول انطباعات مشاهد وانطباعات مواطن اولا ايه هو الغايد دلوقتي المسلسل السوبر بالنسبالي يعني ايه احسن مسلسل بالنسبالي او ميناء مينون من احسن المسلسلات بالنسبالي ايه هو الحاجة اللي انا شايفها قوية شايفه عظيم شايفه جدير بالمتابعة شايف انه هو الحصان الاسود هذا العام شايف انه هو ده المسلسل اللي الناس يعني مفاجأة به وبتبعه بشكل قوي اهو انا واضح بقول ميناء مين من اول يعني هو مش مسلسل لوحده ولكن مسلسلات من ضمن مسلسلات اخرى كثيرة وحضراتكم هتلاحظوا ان انا هتكلم على مسلسلات جوه ام بي سي وشايد ومسلسلات خارج ام بي سي وشايد علشان حضراتكم تعرفوا رأيي في كل المعروض الهرشة السبعة انا بعتبر ان هذا المسلسل ميناء اهم المسلسلات اللي شفتها من مدة طويلة هذا مسلسل عظيم وفاخر ونحن نرى كل الممثلين ممثلين كبار المشهد اللي انتم شايفينه ده فيه اتنين ممثلين كبار التمثيل غير طبيعي التمثيل مستوى عالي الحوار مكتوب سلاسل دهب الاحداث ما فيهاش ملل ما فيهاش زهق ما فيهاش شيء انت تتدايق منه ما فيهاش بعد شوية تحس انه المسلسل يعني زهينا منه بقى نماشي شوية ما ودلوقتي يبقى عندنا القدرة ان احنا نماشي شوية لان احب نتفرج على منصات شاهين وامينة خليل في اعلى مستويات الاداء معلش انا اسف انا هقول جملة قد تدايق الناس اللي شغالة في المسلسل ده ده المسلسل الوحيد اللي ما فيهاش نجم شباك يعني ايه نجم شباك يعني فيه مسلسلات كتير يجيبوا سين او صد ويبنوا عليه هذا الامر ويكونوا مسلسل ناجع هذا المسلسل كل اللي فيه اصبحوا نجوم شباك المسلسل هتجد جزء منك فيه لازم هتلقى نفسك يا كده يا كده يا كده الاداء عبقري علي اسم عبقري اسماء جلال عبقرية عيدة رياض مزهلة محمد محمود ما حصلش انت بتتفرج على مسلسل وبتكلم في اليوم التالت يعني ممكن وارد جدا انه ايام بعد كده يحصل حاجة غير ده انما يا جماعة المشهد اللي انتوا شايفينه ده بين اسماء جلال وبين علي قاسم ده مشهد مدته من سبع لعشر دقايق المشهد بتاع الطلاع النهاردة اللي كان معمول مزهل يعني كله اداء فاخر كله عمل عظيم انت بتتفرج على مسلسل جيد جدا جدا يرقى الى المسلسلات الامريكية الفرنسوية الايطالية الاخراج الاقاع المزيكة الغناء كل شيء تعالوا فرج حضراتكو على عدد من المشهد من داخل هذا المسلسل اللي حضراتكو بتعرض على ام بي سي وبتعرض على شايد وهو محقق نجاح كبير جدا جدا وسط الناس تعالوا نشوف الاول مشهد بين شهين وبين امينة خليل اللي اتنين بيتكلموا هو حصل ايه في الجوازة احنا متجوزين بقى لنا مدة يا جماعة المكشفة دي والشفافية دي في الحوار وفي طرح الموضوعات وفي طريقة الكتابة وفي اقاع المسلسل ما شفناش كتير قبل كده هو الان عشان اكون واضح في اليوم التالت هو مسلسل ناجح جدا جدا ويحظى باعجابي الشديد ومتبعيتي ولا استطيع ان اجري في المسلسل او اعدي مشهد من غير ما شوفه خلينا نشوف حتة منه ونرجع تاني نشوف حتة تانية لا لا انا مشتربة معايا خالص فرهادها وكمبينج وقتالا او لولا احنا اعود ليه ايدم اعود مش احسن من اننا نهض عالكنبة مالها الكنبة والله العزيم بتوحشنا دول نهارة انتيتم باني المكتب والموقع انا مش عارف اخصي من رمضان فانا هاكل صراطة احسن اديني الصلاة مش عارف انت بتتكلم يعني زي ابويا كده بالزبط لو ما سافرنش على فكرة احنا صغارين هنسافر امتى مين قال ان احنا مش هنسافر طبعا نسافر يا عبتي بس مش في العيد العيد ريدها زراحة انتخة يعني نطلب اكل حلو نتفرج على فيلم حلو نزور اهلينا مالش هو او ايه لتغير لا اهوة لو ما فيش ايه حاجات غيارت يبقى احنا عنداني مشكلة كبيرة انا متجاوزش على فكرة عشان هعيش نفس الحي اللي انا كنت عايشها وانا في بيت اهلي لا ما عايش سري وقت عايزة افقى بحاجة وانت متجاوزاني عشان انت يراوي من عايشها في بيت اهلك انا انا ما قلتش كده وقصة مش فرقة انا قلت ليها حانا كده وكده مش هكيفة مصر نايم بطالي برطمة قلتلك ما بحبس الطريقة دي من يوم مرة عايز تقوله حاجة وليها على طول زهق انا بس يا عادة مش شوية بس الصفر والتنطيط هما اللي هضاعوا له هيك اه وما ليه الحال تشتغل يا نادي طب ما انا حاولت اشتغل على فكرة قبل كده انت كنت ماشي معاي في المعوضة ده خطوة خطوة وعارف ان في الاخر المعوضة ما بتمشيش ما بتمشيش ولا انت مش بتكملي دي بقى الاي كلمة اللي انت بتقوله دلوقتي ده فين الاي كلمة اللي انا بقوله حايفة انا خايف عليك مو اخيك هيصدم القاعدة نادينا انا لما بيجا اتكلم معاك في اي حاجة تخص شغلي او باخد رأيك ما بيبقاش عندك حاجة مليها ما بقاش فيه حاجة بنا نتكلم فيها ليه يا ادم يعني احنا بقالنا 15 سنة مع بعض وعمر ما تكلم اللي ما بيننا خلص قبل الجواز كل واحد فينا عنده حياته لوحده يقدر بيحكي عنها للتاني لكن دلوقتي احنا قبيت واحد عشان ما نزهقش لازم كل واحد فينا يفضل عنده حياته اهو ده مفهومك يعني للجواز انا كان حقيقتي بقى بجدعات البيت اهلي معلش هو انت ما نجيش وسط يعني انا سافر ونتنلطط يا امه ده مش جواز انا ما قلتش كده على فكرة انا قلت ان انا زهقانة من ان انت بتروح الشغل كل يوم وبترجع متأخر بنوعد على الكنبة انت قاعد بتلعب جيمز وانا بصة في الموبايل عشان كده هنا دين بحيبتي بقولك اشتغلي اشتغلي حاضر هتدور على شغل حوار انت بيجرى في يعني في بالك كتير في بيوت كتيرة ولكن لا يتم تصعيده الى مرحلة الكلمات لا يتحول الى كلمات طبعا انا توقع يعني ما هو شاهين في المسلسل زوج شرقي مصري نرجيسي اناني مش عايزة تحمل مسئولية متدايق امينة خليل برضو فيها جزء من النكران زي كل ست انت مش فاهمني انت مش حاسس بيا انت مش عارف انا جوايا ايه احنا مش قريبين من بعض انت ما بتعملش اللي انا عايزه نفس المشاكل وانت تجد ان في جمل منحوطة هي هي علاقة اخرى في هذا المسلسل برضو الناس متابعاة اللي بين علي قاصم وبين اسماء جلال اللي اتنين ممثلين عظمة اسماء جلال دي عظمة يعني في مفاجآت في الممثلين الممثلين دول يا جماعة كانوا بيطلعوا في مسلسلات كثيرة بيعملوا الدور كويس انما احنا شايفينهم المراضي في مستوى عالي 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 المسلسل حلو انا بتكلم طبعا على انه مينة مينة من المسلسلات اللي انا واقف قدامها وحضراتكم متسمعوا بقيت كلامي بعد كده حتفهموا انا واقف عند ايه وليه من كل حاجة ولكن هذا المسلسل يأخذ انتباهك فورا خلينا نشوف علي قاسم واسماء جلال اللي اشمار بات ايه يلا نعيش مع بعض دانا يلا نعيش مع بعض دانا تفهمت ايه ثانية واحد ميشي ثانية واحد ده دي ايه تفهمت ايه انا بقول يلا نعيش مع بعض دانا مع بعض في بيت واحد وبعدين وبعدين نشوف ان نزوم هنسترايح ولا لا هنفهم ولا هنسترايح ولا لا هنفهم ولا بس ده مش انا مش انتي ليه حبث؟ يعني مش شخصيتي مش هارف عن كده احنا بنسافر مع بعض طول الوقت الفرق الفرق ان احنا بنسافر يومين تلاتة في الصحراء وبيبقى معانا ناس صحابنا بس هنا عمارة واحدة جيران طلعوا نازلة وبواب ايه انت بتفكر ازاي نا انا بفكر زي ما انا طول عمري بفكر انا مش هايم انتي بتفكر ازاي اصدق الناس يعني اه ناس ولا انت فاكر ان انا هخاف وهجيب ورا وهقولك بقى انا مبيفرش معايا حد لا اموتش هتخافي ولا اي حاجة من دول انا بس لا انا اسف انا فاكر ان انتي بتفكري بطريقة مختلفة عندك ده بقى الاختلاف من وجهات نظرك يعني في البلد دي اه عشان في البلد دي يعمل حساب لكلام الناس بس همش على مزادكم مش على مزادكم عشان همش عايشين لوحدنا ايوا بس انا مختلفين عن الناس يا سلمة خلينا صراحة انا وانتي مختلفين اتقابلنا بطريقة مختلفة لايش طلع بتاعنا مختلف مش عشان احنا اتقابلنا في كامب ده معنى ان احنا نعيش مع بعض من غير جواز انا مش شامق امر حنعرف ازاي لو كنا احنا اتقلم على اختلفاتنا ولا لا حنستحمل تفاصيل بعض ولا لا السنة اللي عادت دي كنا بنعمل فيها ايه مش فهم لا يا سلمة الموضوع مختلف تماما يعني انتي وندين لو سفرتوا مع بعض اسبوع تماك ترجعوا متقطعين يعني ليه شابت واحد حاجة تانية او احنا ما ينفعش نعرف التفاصيل دي لو احنا متجوزين تصدق ان انا مش مصدقنا انا حالا دلوقتي بحاول اقناق تتجوزني يا حبيبتي انتي مش محتاجة تقنعيني انا عايز اتجوز كل بقوله قبل ما ناخد الخطوة الكبيرة دي ان احنا نجرب عشان نبقى متأكدين عشان انتي لو بصيت حواليكي مش هتلاقي جوازة واحدة عادية لو تعرف ايقول ايه دي ما عرفش عشان الناس ما بتتكلمش على الحلو والناس بتتكلم على الوحش وبس لا يا سلمة مش حقيقي ازاي في المسلسل ده بيعرفوا يعملوا مشاهد حوار طويلة بلا ملل انت قاعد بتسمع الحوار رايح جاي بصرف النظر طبعا عن المنطق في الموضوع وقبولك ليه وعدم قبولك وزي ما تشايف الاراء كلها موجودة انما انت قاعد بتنصت بتشوف الناس بتمثلي ازاي ده على فكرة ده في السيناريو ده عدد من الصفحات بتاعت الحوار كبير وممثلين بيقوموا بهذا الدور شيء عظيم وشيء جميل المسلسل ده انا بنصع حضراتكم اللي لسه ما شافوش يبتدي يتفرج عليه وانا زي ما بقول ويمكن بعد الفصل حكمل تاني لان هي حلقة فالتوطة صغانتوطة هكمل تاني ايه يا المسلسلات العجباني